وقد يسأل سائل عن المرأة التي تموت في فترة الحمل أو أثناء عملية الولادة أو في فترة نزول دم النفاس هل هذه المرأة تكون شهيدة أم لا وهل يصلى عليها صلاة الجنازة أم لا يصلى عليها صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بداية النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشهداء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عددهم كثير ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الشهادة فقالوا القتل يا رسول الله يعني الشهيد هو الذي يموت مقتولا في المعركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي قليل يعني قليل جدا إلا حيغض لقب شهيد في هذه الأمة لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء أكثر من ذلك ففي حديث قال الشهادة خمس وفي حديث آخر قال الشهادة سبعة إلى غير ذلك من الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأهم هنا أن المرأة التي تموت في فترة النفاس هي شهيدة والتي تموت عند الولادة أو في فترة الحمل هي شهيدة إكراما لها وتكريما لهذا الألم الذي تعانيه في هذه الفترة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة سبعة ومنها والمرأة تموت في جمع يعني تموت أثناء الولادة أو أثناء الحمل وفي حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع للشهداء ومنهم المرأة النفساء أي المرأة التي تموت في فترة النفاس لكن هل يصلى عليها صلاة الجنازة أم لا؟ نعم بالطبع يصلى عليها صلاة الجنازة كل الشهداء يصلى عليهم صلاة الجنازة ويغسلوا ويكفنوا وكل شيء إلا شهيد المعركة إلا شهيد القتال إلا شهيد الحرب فهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تغسيله وعدم الصلاة عليه وعدم تكفينه بل ودفنه في ملابسه ودمائه التي مات فيها أما غير ذلك فكلهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم أعرف حضرتك دلوقتي أحب أنك تسألي سؤال وتقولي هو يجب علي الإنتظار طوال فترة أربعين يوم حتى يتوقف الدم ولا إيه بالضبط أقول لحضرتك طول ما الدم نازل ومستمر النزول فيجب على حضرتك الامتناع عن الصلاة والصيام ولا يجب عليك قراءة القرآن ولا يجب عليك مثل هذه الأمور التي ذكرناها في فيديو الحيض لكن إذا توقف الدم قبل ربعين يوم وتأكدت من انقطاع الدم نهائيا فهنا يجب عليك الاغتسال والعودة إلى العبادة مرة أخرى بعد التحقق وركز معايا بعد التحقق والتأكد من انقطاع دم النفاس هذه أهم الأحكام التي تتعلق بنزول دم النفاس على المرأة بعد فترة الحمد نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعكم يا رب العالمين بهذه الفيديوهات وأرجو منكم نشرها والعمل على توصلها لكل الناس حتى يستفيدوا بها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدال على الخير كفاعله والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر